تولي الدولة اهتماماً كبيراً للمصريين في الخارج تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات للمصريين بالخارج منها مبادرة أصلاك الطيب اهتمام كبير ودعم غير مسبوك قدمته وتقدمه الدولة لأبنائها في الخارج منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد حيث حرصت مؤسسة الدولة على مد أواصر العلاقات مع أبنائها في الدول المختلفة من خلال سياسة وطنية مهتمة بالتعاون الدولي سواء على امتداد علاقات العمل أو الدراسة والتدريب خطة الدولة للاهتمام بأبنائها في الخارج تم ترجمتها على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات والتي جاء على رأسها مبادرة إحياء الجذور نوستوس الرامية إلى تعزيز التعاون بين شعوب دول البحر المتوسط والتي كان رئيس السيسي قد أطلقها في القمة الثلاثية في نيقوسيا في نوفمبر 2017 الدولة كذلك أطلقت العديد من المبادرات للمصريين بالخارج ومنها مبادرة أصلك الطيب الهدفة لتوصيل رسالة لجميع المصريين بالخارج أن بلدهم بحاجة لجهودهم والوقوف بجانب وطنهم وقد حرصت المبادرة على توعية المصريين بالخارج بما يحدث في مصر من تنمية وطلبت مشاركتهم في المشروعات القومية الدولة حرصت كذلك على تدريب وإدماج العائدين من أبناء مصر في الخارج وأطلقت العديد من المبادرات ومن بينها مبادرة نورت بلدك لتوفير فرص العمل للعائدين من الخارج وتم إطلاق مبادرة بداية ديجيتال لتوفير دورات تدريب مهنية من خلال منصة رقمية في مجال الوظائف الإلكترونية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية كما تم إطلاق مبادرة صوت مصر في أفريقيا وذلك دعما لدور مصر الريادي والكبير في القارة ومن أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية الدولة حرصت كذلك على التواصل بشكل مباشر مع المصريين في الخارج من خلال المسؤولين المعنيين فتم في السنوات القليلة الماضية عقد اجتماعات افتراضية مع أكثر من مائة جالية مصرية على مستوى العالم بهدف فتح قنوات اتصال للتعريف بالامتيازات والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة لأبنائها والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المصريين في كل دولة وكان هناك اهتمام كبير بالتواصل مع المصريين بالخارج في الأزمات ومناطق النزاعات فتم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع الطلبة وخصوصا العائدين من دول النزاعات وتم تشكيل لجنة دائمة لحل مشاكلهم ولجذب الاستثمارات الجديدة عملت الدولة على مواجهة العقبات أمام العديد من المستثمرين المصريين في الخارج ممن واجهوا تحديات في الدخول للأسواق المصرية فكان من أهم إنجازات الدولة في هذا الملف تسجيل شركة المصريين في الخارج في الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد الاجتماع لعشرات المرات بالمستثمرين المصريين في الخارج سواء افتراضيا أو فعليا وتواصل مع كافة الجهات المعنية في مصر بمجال الاستثمار حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير ويقوم المستثمرون العشرة الذين يشكلون النواة المؤسسة للشركة برأس مال مليار دولار على مدى عشر سنوات كما تعد مؤتمرات مصر تستطيع واحدة من أكبر المؤتمرات التي تم إطلاقها حيث استهدفت ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم والاستفادة من خبراء وعلماء المصريين في الخارج بالإضافة إلى تبادل الخبرات المختلفة